أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أيام عطلة العيد الوطني ويوم التحرير الذين يصادفان يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين الخامس والعشرين والسادس والعشرين من فبراير الجاري كما وافق المجلس على اعتبار يوم الخميس الموافقة السابع والعشرين من فبراير يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية أعمالها نظرا لوقوعه بين عطلة الأعياد الوطنية وعطلة نهاية الاسبوع المجلس وخلال اجتماعه الذي عقد في قصر بيان برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وافق أيضا على التبرع المقدم من محمد البحر بقيمة ثمانية ملايين دينار لتصميم وإنشاء وتجهيز مشروع مركز تخصصي لطب الأسنان بمنطقة المرقاب باسم المغفور لها شيخ المرزوق بناء على عرض وزير الصحة دكتور علي لابادي ترجمة نانسي قنقر